رمضان تريم السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة كانت منا ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم يعني واحد الوجبات لي هما اقتصاديين وخفاف وما كي يكلفونش بزاف ذاك شي اللي عندنا في الدار غادي نقدم معكم دكتور بحال ما هما ماشي كيش غيهم ولا جينا ديال الكيش اللي كانت شاطي عادي نحضر منها واحد مينة اغطلت بلي اقتصادية بزاف بزاف وبدكشي اللي كيشات عنه يعني ما غاديش نعجين ما غادي نطيب تشي حاجة لهم وغادي ندير معكم تتبيلة ديال الكفتة باش ندير البورغير وغادي معكم الحراشات بالحليب اللي كيجي ورائعين وكيجي بوارين بزاف بزاف وما ضاق يا سلام يعني ما كيتفرتوا لكم ما مليك تحلوهم كيبقوا يعني شاد دين فراسهم بواجهوا تشوفوا معي المقادرة دير هاد الوصفة ثلاثة تبعوا معي الفيديو حتى الاخير ومدعوا على بركتي الله الحرشة ديالنا عندي جز ليف ديال السميد عندي شوية الملحة شوية سكر سانيدة نص كاس ديال الزيت صغير نص بكية ديال الخميرة المغرب سبعة جرام عندي فانية وشوية الخميرة ديال البلدية والحليب للعجينة هنا غادي نبس بالملحة والزيت غادي نبس بالسميد ديالي مزيان 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 حتيت بس بس يعني ندخل هذك الذك الزيت ندخلو في سميدة مزيان عندما كتشوفوا باش نجح لكم هاد العملية ولكن عندكم الوقت بس بس وخليوا واحد شوية عدا كملو مهم انا يعني حتى ديك سعر السبعة لاشي عدا نط هنا يعني شوية سكر سانيدة شوية اختيار اللي ما بغاش يديرو ما يديروش اندي فاني وانا كل حاجة نزيدها كل حاجة نبقى نبس بسها بدك آآ بيد ديال بس بعيد دي شوفوا غادي رجغي شوية الخميرة هذي الخميرة هي اللي كتكتخليها تجيلي نهشيشة وزوينة هنا غادي نضيف الخميرة ديال الحلوة انا را كما كتشوفوا ورا عندي قل ما ننص يعني كانت خداما بها ومن بعد بشاطة ذاك شوية هو اللي كان حسب بانك انت موحد سبعة غرام ولستة غرام هنا ازيته خاشة شوفو خويته اللي يديرو ان يتعمد نخوي باش حيش كانت لاتقية سميدة لداخل بحالك تقولوش اللي التي يديها هنا هنا غادي نبقى نبقى نبس بشوفو كيفاش وغادي نزيدك الحليب كامل حتى تجري لنا العجين الخالطة ديالي كله اللي خفيف غادي نغطيه وغادي نخليه يرتاح هناك ما كتشوفو خليت هاداك المو القوالب وعندي واحد شوية ديالا فات بريزة اللي شاطلية راكين غي شوية راكين ما كتشوفو ما رميتهاش خليتها فتلاجة وقلت غا داروري هادي خسنين دير باشي حاجر مهم لهم مفروح ولا يمسين بروح هنا يا درتم انايب هادشكل درتم جوني تقريبا سستدي الكويرات انا هنا ربديت كان دير حاجة اخرى ونسيتهم تحمروا ليا را تشوفهم في الاخر تحمروا لي واحد شوية ولكن الحمدلله را تكالوا ما بقاوش هنا غادي نبقى نخدم بهم زيان باش ينزلوا حسل تحت وفيما كانت يعني شي يعني شي هاكا لات حلات شي شوية ولدك همقارد القعبين بيدي انا الهدف ديالي من هذا الفيديو هو رتح حاجة مكتر ما في الزبل كل شي لا عارفنا نخدمو به رحنا نخدمو هنا اليوم ما كان عندي والو إلا الكيك ديال التفاح اللي كنت درت النهار قبل بقى نص ديالو سافي قلتها شنو غادي ندير غا نخدم بها الشي حليت ربان طيال بيضم سلو قابة اللي شوية تفلفل حلوه عندهم شوية في القرعة وبالي شوية العجينة وضروري نختاره هنا نهار اللي درت الكيك بالتفاح كنت درت الريب حتى هو انا مش اجلتوش يعني كين كل شي تبارك الله كيعرفي ديرو انا كديما نبغين دير شي حاجة اللي تكون لمسة ديالي ولا يعني ش حاجة ني نبتكرها والحمد لله لكينا شي حاجة وفا يعني وفا دارت الناس استفدوا منها ما كيللاش تكرار انا هندرت الريب العادي هنا خديت بيضة مسلوقة شاطلية من نهار اللي قبل شوية الملحة والكامون حتى بما كانوا بطفط بصيف ديالهم درتهم تماما عندي شوية الفلفلم شوية علبة ديال الطون زيت الزيتون شوية طماطة مسالصة ديك صوليس كتقولوا لها في المغرب وبالنسبة الناس اللي في اسبانيا را كنقولوا لها طوماتة فريتو هدي باش كتجيكم ما تجيكم ش ناشفة هديك طرطوليتا ديالكم شوية الزعتر شوية بزار شوية ديال طوميو آآ زعطرة هي اللي في المغرب شوية ديال هريسة سافي هات الشي لي كيم شوية زيت الزيتون اللي بغا تزعني جيوها بحلي كانابي ما تديرش هدي الطوماتة فريتو تخليها ناشفة اللي بغا تجيها معي لك وزوينة ارا غا تدير هديك المعلقة هي اللي كتعطي هديك تعليقهم ما تجيش ناشفة هنا غني نخلطهم يعني انا الهدف ديالي هي هي ديك البيضة ما تضيعش ديك شوية العجينة ما تضيعش وهذا الشي اللي اعطاني وجهات زوينة يعني انا كانوا نجد في الميضة ديال السطور هو اللي الصغير سبارك الله ركي يكل فيهم عندي هنا تتبيلة ديال الكفتة عندي شوية ديال شوية سودانية شوية الكامون شوية التحميرة شوية الكوركم و الملحة البزار الختيار يدير السودانية يديروا البزار وعندي شوية ديال المعدنوس والقصبر شوية ديال زيت والحم ديالنا ديال الكفتة انا كنجي وما فيهش لقامة وكنخدم به يعني انا كندير كل حاجة كندير لها تتبيلة ديالها هاتتتبيلة اللي كندير في البورغر كتجي بنينة بنينة بزاف عدين معكهم زيان بيدي وغن ناخذ هذا المول وغادي نشكلهم على ربعا دية الخبيزات. وغادي ندخلهم في تلاجة ضروري ما كندخلهم انا واحد شوية المجمد باش يشدوا لي راسهم باش منين بغاين ديرهم تاي طيبهم زيان وكيبقوا شدي الفورما ديالهم. هناك بما كتشوفوا. غادي نشكلهم وغادي ندخلهم للتلاجة. طارطولة ديالي رغم ما تحمروا لي شوية يعني نسيتهم ولكن ماشي بزاف جوا مقرملين جوا غزالين. هنا غادي نعمرهم بهذيك الحشوة اللي درت. غادي نقسمها يعني غا نحاول نقسم هاداك شي اللي اللي كان عندي غادي نقسمه على دوكستة ديال طارطولتات. قتلكم غايتوا ديروا شوية ديال الفرماج لداخل ديروه ومن بعد زيدوا شوية انا اكتفيت بها هاك اقتصادية. درت شوية ديال جوب الموزاريلا. وغادي ندخلهم على الفرم الفوق سخنتوا مزيان. وطفيتوا خليتوا كيتحمر بالفرم طفي. حيث هما تحمروا لي دهجة يعني ما خسناش نزيد نزيد نحمرهم. شافيت بيهم بحال هاكا. هنا يا انا يا هاد المول اللي كتلكم راه هو غيدي للبيض انا درت به وحده هنا يعني انا مع ماني درت به هاد المول الحرشة. هاد انا شاريه على قبل بيض بيض مقلي اللي ندير في البورجر باش كياخد لي الخبز العبار ديال البورجر. هادا هو المول اللي عندي انا شاريه على قبل البيض باش ما كيديعش لي ملي كم بغين ديرو في البورجر. كيبقى شاد لي الحجم ديال والفورمة. هنا كي ما كي ما كيخدمش. انا عندي ديال ولي ديال الحرشة جيباهم من المغرب اللي بالغطايات ديالهم. مهم عندي ربعكم ليوم اغيبي يديك تجيني سهلة. ملي كم بغين نخدمها في هاد الانا ديال طانيني. هنا يغمقى نشكل كويرة ديال الحرشة. بعد ما ارتحت ليه وشربات شوفوا كيفاش كتجي. كان خدمه بيدي ما كتعدبني ما هو له. اللي بغى تدير لغلاقة ديرها كل واحد يدير اللي بغى يعني انا هاد المول قلت ما حدو عندي خدمت بيه من قبل وهذا نجربه. ساقا ما جانيش في الدربة اللي ولا درت بيها حرشة واحدة. ما جبنيش في المونتاج ديال الحرشة. ساقا فيكملت الحرشة ديالي كلهم بيديها بلا مول بلاوالو. كان ناخد قياسي عيني ميزاني عيني ميزاني بيدي كتا كان ناخد الحرشة ديالي. ما كان في ميش بد ما نكذب شاريكم الصارحة مقنطلع ونجي بدعو تاني في المولات وهذا. راه مشتوها جد شوية مشين فاوجة شوية عالية وانا ما بغيتاش تكون من فو خبزة بغيتجي رقيقة. هنا غادي نهبط الماكينة ديالي. كان قا نقلب وهو كيتحمرو. حتى كيتحمرو يوم الجوانيب. هاتوا ما كتشوفوا. ما كتعدبكم متى شي حاجة. باجوا تدروا المقلاة ديروها. شوفوا دي كيف جات غلايضة شوية. وهدوك انا مبغيتك نبغيش الحرشة تكون غلايضة. هاداك المول هنا اياك نخدمو به لازان لكن انا كندر واحد لازان ديال تفاح. اه شوفوا كيفاش كتجي محمراء ولا البيض هنا واخدها كتيكم هاداك المول ديالي ديال اركو. اللي فيه اليد الفوق. هنا شريع لقي بالبيض البورغير. هاداك الشي للشريع انا. ولا كرمون طيبه هاكا ملي كان ديال الكفتة كرمون طيبها وكيجي باش كيجي قد البيض قد الكفتة يعني ملي كان بغي نخدم هاكا البورغير عالية كنخدم بهذاك المول. احنا هي غادي نكمل خبيزات ديالي كاملين. حريشات انتوما كتشوفو كيجيهم حمرين. انطرتو لتاديو يا را هما تحمرو حيتهم لي عدو يتحرقو لي حيث كتليكم را قرب وقت الفطور صافي. حسنا تلس بعضا نتكنو الجد. وهنايا عندي البورغير ديالي. هما بعد ما بردو لي مزيان. بسحت هديك المقلة. ما غندي لا زيت لوالو انا درت الزيت من قبل. ورا هما كيطيبو كيتحمرو مزيان مزيان. مزيان. غادي نزل عليهم لغطاء. غا يخبري واحد لمدة ديال ثمانية دقيق وغادي نحبس عليهم. هنا غادي ندير شوية ديال الخص مغسول وغا قطعو طويل بحال ها كاكت يجبني. خوب سخنتو شوية انا من قبل باش ما معاودش نسخنو باش هاداك الخص ما يجي ناشا مرخي والطرخاء و يعني دوب انا كي تتاكله كيبقى كوش يمدرمل. كتبقى القرماشاتو البصلة يلا درتوها ما طيش انا ما بغيت ندير لهم لا ما طيش شوية ديال لصوص والخص. انا درت لصوص البورجر. خالي من الكوحول خالي من كل شي كنشري من واحدة سيبر. هنخليهم هاكا حتى يقرب وقت الفطور. ها هو اللي رواب داك اياكل. غادي نرافقوا انا يا دير العصر ديالهم انا دير العصر ديال الباربا. حتى الطبلة ديالنا كان هو هادا الشكل ديالها النهائي وبقي خاصنا المهم حتى التميرات في ديك الجهة حتى شوية ديك كيكة اللي شاطلية منها رسميتو. كين واحد الحاساء غنشربوه ان شاء الله. وهذا كان هادا هو الاقتراحة ديولي ديال الفيديو ديال اليوم. كنتمنى تشاركو في القناة وتبرتاجيوها مع الحباب والاصدقاء ديالكم. ونطلقوا ان شاء الله في الفيديو الجاي بحول الله.